زلزال سياسي في إسرائيل أحدثته النرويج بإعلانها عن نيتها اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في حال أصدرت محكمة الجنايات الدولية قراراً بذلك وفي إسرائيل اجتمع على مهاجمة هذا الإعلان قادة المعارضة والإتلاف الإسرائيليين كما اجتمعوا على مهاجمة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية هذا تصريح هام جداً لأنه في الوقت الذي تريد به إسرائيل تقويد شرعية هذه المحكمة تأتي دولة أوروبية مهمة مثل النرويج وتقول أنها تؤمن بالمحكمة وأنها ستنفذ القرار في حال اتخاذه وهذا سيضيق الخناق بطبيعة الحال على تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلي وعلى وزير دفاعي وقد زاد إعلان النرويج وإرلندا وإسبانيا نيتهم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من غضب إسرائيل التي كانت تعول على قدرتها في التأثير على الرأي العام الدولي بمنع حدوث هذه الخطوات وبنيمين نتنياهو ينتقد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ولا يتوانى عن توجيه تهديدات علنية ويدرسوا اعتماد خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية كך בדיוק نرى את האנטישמיות החדשה היא عبرى מהקמפוסית במערב לבית המשפט بهג איזו بושה אזרחי ישראל אני מבטיח לכם דבר אחד הניסיון נחבול את ידינו יקשל לפני 80 שנה העם היהודי היה חסר מגן מול אויבינו אבל לא עוד ملاحقة قادة اسرائيل بتهمة تنفيذ جرائم حرب لطالما كانت السحابة السوداء التي حاربها قادة اسرائيل في أروقة اتخاذ القرارات الدولية وإمكانية صدور قرار رسمي وإعلان دولة أوروبية عن نيتها تنفيذ هذا القرار مثل النرويج يعتبر اسرائيليا نكسة في قوتها الترويجية وفشلا لجهاز الهسبرة الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر